موسيقى مساء الخير معكم مهنل سام الرائي من قناة ماستيوب اليوم موضوعنا راح يكون على برنامج الأدوبي فوتوشوب راح نحاول نشتغل تصميم هذا التصميم هو بالضبط اللي شفته في بداية الفيديو حتى نبدي بالتصميم اول شي راح نشتغل او نفتح برنامج الأدوبي فوتوشوب انا بصراحة محظر تقريبا البيجراوند ومحظر الالوان اللي ممكن استعين بها او استخدمها يعني مو شرط لكن وايضا هنا عندي محظر الموديل طبعا انا بس يعني صفيتها من البيجراوند وحتى بس اشتغل عليها يعني شي على السريع حولها واجيبها بالواجهة العمل الرئيسي اغير الحجم دائما لما تريد تغير الحجم عليك ان تضغط زادا الالت من الكيبورد وتضغر او تكبر نفس الحالة تخليها بالمكان اللي انت تشوفها مناسب اضغرها اكثر نزلها شوي تقريبا هنا اضغط انتر من الكيبورد لان ما دام تضغر وتكبر حتى اتفعل الحجم اللي اشتغلتها لازم تضغط الانتر من الكيبورد هسا اللي اسوي اضغط الكنترول من الكيبورد واسوي نيو لاير ليش اضغط الكنترول حتى اللاير بس يصير تحت ممكن هذا سمي واحد ممكن هذا سمي اثنين هسا وانا عليه اروح واختار اللي هي البراش تول هاي واروح واختار شيء سوفت يكون مثلا خمسمية اوكي يكون الهاردنس هنا زيرو ويكون عندك الحجم مالها مناسب اذا تشوف الحجم صغير ممكن تضغط الالت من الكيبورد وانت على الماوس تضغط الكليك يمين وتأخذ على جهة اليمين راح يتكبر ويبقى الهاردنس نفسه اكيد انا هنا لازم تكون انت مختار لون ابيض حتى بس انه تنطي اضاءة خلف الموديل اذا تشوف الاضاءة هواية عالية وانت مأشر اللي يره هنا تروح وتقلل الابسيتي الخاص به تقريبا يعني انا سويت 59 هسه بعدها اروح واسوي نيو لير هذا هسه هذا الليير اسميه رقم ثلاثة اوكي هسه هذا الليير راح اشتغل اروح على البنتور وراح بس احاول اسوي شريط هذا الشريط مثلا يبدو منه يجي هنا واسحب اخلي بقاوس ممكن اضغر شوي حجم الشاشة بس حتى اعرف وين النهاية تصير تقريبا هنا طبعا ممكن تتلاعب بعدين وتغير كل شي تريد واجي اضغط ضغطة وحدة هنا وايضا نسوي هنا واسعد فوق هنا واسحب تقريبا هسه اللي اسوي اضغط الكنترول من الكيبورد واغير دا تشوف النقاط اللي سويتهن اغير اماكنهن بالمكان اللي انا يعجبني او اللي اشوفه مناسب او هذا تقريبا خليكون هنا هسه ارفعيدي من الكنترول واروح على الالت ليش اروح على الالت دا تشوف النهاية هاي انت ممكن تتلاعب بها اذا اضغط الالت اكيد وحتى تغير اتجاهها هسه اضغط على هاي ايضا ممكن وهنا هاي دا تشوفها مرتفعة شوي خليها حتى يصير شكل يعني انسيابي هسه اضغط الكنترول من جديد وقرب هاي النقطة على هاي النقطة وانا ضغط الكنترول وابعد هاي تقريبا هنا اكون مختار منها color اكيد وعبي باللون اللي اريده راح اختار هذا اللون من نفس الموديل واضغط اوكي واضغط اوكي هسه تعب هسه حتى الغي هذا الباث كنترول يمين واروح دا تشوف هنا اكون دليت باث راح اروح الباث هسه دا تشوف هذا الشكل اللي انا سويته هسه هذا الشكل اللي انا سويته اريد اكرره كيف اكرره وانا عليه هسه هذا رقم 3 اسحبه ونزله على ايو لاير راح يتكرر هسه هذا اللي فوق اللي هو رقم 3 راح يصير رقم 4 خلينا نقول اوكي هسه هذا اللي فوق راح اغير لونه اختار له ممكن من نات روح على اوبر لهاية وتختار هذا اللون مثلا تضغط هنا اكيد حتى تروح تاخذ اللون وانا تضغطه بيكون هذا اللون هسه اللي اسويه اضغط الشفت من الكيبورد واسحبه شوية في هذا الشكل تقريبا 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 هنا هسه ايضا ممكن اخلي اسوي الظل لهذا اللي فوق الشريط او الطريق ما عرف شو نسميه اروح على اضغط على دروب شدو ده تشوف رأسا صار عنده شدو ممكن اتحكم بالشدو هذا الشدو هنا ده تشوفه ممكن اتحكم بالحجم الحدة او يعني الوبوستي مالت شفافية او مو هواي مو هواي مو هواي صار هنا تقريبا واضغط اوكي هسه سوينا الشريط هسه بعدها اللي اسويه اروح وانا على هذا اللير اول واحد الشريط الاول اضغط الكنترول وسوي لير تحت بالاسفل هنا وهذا رح اسمي يعني اسمي رقم خمسة اظن اروح اسوي شكل اي شكل بس انه ربن هذا وهسه ايضا اروح اعبي لون اضغط على وراح اختار هذا اللون هذا اضغط اوكي اضغط اوكي هسه اضغط اضغط اكليك يمين واسوي delete path ما احتاج path بعد واروح احرك تحت هنا اغير اتجاه هذا تشوف هنا الزاوية كنت تلاعب بالاتجاه هدي شوي اضغط تقريبا بهذا الشكل هسه اضغط enter حتى يتفعل ايضا اروح اكرر وبدل الخمسة رح يصير ستة او اروح اضغط ضغط وحدة فوق الخط هاد ليش حتى بس يكون نازلة هنا واغير اتجاه وممكن ايضا اضغرة بصراحة ما يحتاج هالكبر وتبقى بس غير لونه تقريبا هنا هسه اضغط enter واروح على effect هنا واروح على color overly واروح اختار من نفس الموديل هذا اللون مناسب اضغط اوكي اضغط اوكي هسه تقريبا سوينا هذا الشكل طيب هسه اللي اسوي اروح واشتغل بالبراش شكل خلف كل هاي الاشكال فاللي اسوي وانا على اللايت هذا اول واحد اضغط new layer هسه هذا راح نسمي رقم خمسة ستة سوينا سبعة واروح اختار brush هاي البراش واروح اختار هذا ضغط الحجم مالتها اضغط alt وكبر اضغر شوي تقريبا اختار لون خلي يكون هذا و لتشوف هسه اي شيء اسوي راح يصير خلف الموديل فهسه ضغط اوحد هنا و ضغط اوحد هنا وتقريبا اضغر شوي خلي تكون اتحاد او اضغر اكثر يعني وارد اساوي شيء بسيط هنا لا كنت روز مو حلو ما يحتاج ما يحتاج اكتفي بها هسه اللي اسوي بعدها اروح اختار ايضا قبل اختار الموديل نفسها اروح اسوي لها اللي هو الماسك هذا ضروري يكون اللون اسود هنا لو كان ابيض ما راح يشتغل فضروري انت تغير اسود حتى ياخذ من الموديل حتى اي شيء يسوي بالبرش هسه لان انت مسوي ماسك للموديل فالماسك هذا راح يحتف اي شيء تمرر البرش لما تمرر على الموديل راح ينحدف فحتى اليدين ما تباين هاي مثلا تشوف وضغط رحد هنا طبعا ليش باين هذا لون هنا مختلف لان هاي اخذ من هاي الليار هذا الليار اللي تحت فعادي مو مشكلة ممكن يكون الشكل احلى تقريبا 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 يعني سوي اي شكل هس اللي اسوي بعدها اروح اضيف ليار فوقها اخر شيء وهذا الليار هس اروح اغير البرش بدل هاي راح نختار هايا هس اروح لان انت فوق هس ممكن اضغط ضغط وحدة هنا او اسود كنتر وزات خلي يكون ابيض ضغط وحدة هنا بس شكل و ممكن اضغرها شوي اضغط ضغط وحدة هنا او ما يحتاج اروح اسوي لاير تحت اخر شيء واسوي هس اكبر ها اضغرها شوي حوالي صارت كبيرة هنا كم ضغط حتى ممكن اختار لون ثاني او ثالث ممكن اضغرها شوي اختار لون اخر اضغرها اكثر اكثر او كم ضغط بس شكل ممكن اضغرها اكثر هنا مناسب يعني تتفنن شوي هس تقريبا مناسب جدا هس اللي اشوي وانا اسوي لاير جديد ايضا اتحط هنا خلي نقول ليش تحت لان اريد اسوي اروح على custom shape هاي ومن custom shape اختار هذا الشكل هذا الدائرة ضغط هس هذا لون بنفسج لا اريد غير الى ابيض دائرة ما عرف اذا تتكبر هاي اكثر ما يحتاج هيك لعد هس اللي اسوي اضغط الشفت من الكيبورد طبعا هنا ابيض تشوف هذا اللون ابيض اضغط الشفت من الكيبورد اختار دائرة هاي الدائرة صارت نصها ظاهر ونصها تحت ما باين ليش لان انت مختار اللير تحت اوكي لو اللير فوق راح يبين كل اجزاء الدائرة وايضا هنا راح اختار اختار واحدة هنا واحدة وتقريبا هنا واحدة هذا بالنسبة للون الابيض هس اروح لفوق وايضا اروح غير اللون ممكن اختار لون قريب من الشكل اضغط الشفت حتى بس تكون الدائرة عدلة تقريبا يعني كم دائرة او ممكن انت تغير كل الفسمة يعني هس هذا اذا ما عجبك اللون انت مجرد شوف وانت مأشر هنا الشيب هذا ممكن تضغط هنا راح يتغير شوف واروح السون يول من جديد ونختار لون واحد شوي يكون بفاتح هذا خلي يكون و اضغط الشفت تقريبا تقريبا هذا يكفي كنترول وزات اخر وحدة ما صارت يعني لان ما ضغط الشفت يعني بس حتى نعرف اضغط الكنترول وزير وحتى بس تظهر هس هذا تقريبا الشكل اللي حصلنا هس عندي اشتغل اضاءة هنا كيف اشتغل اضاءة طبعا كل هالأشياء راح اخليها تحت الفيديو يعني اي شي راح استخدم اليوم انا هخلي هذا الفلير اللي هو الاضاءة ونزل هنا اضغر شوي حجم الصورة بس ليش حتى الفلير هذا اضغط الشفت زايدا الالت من الكيبورد اكبر حجمه اضغر شوي اضغط انتر اضغط الكنتر والزير من الكيبورد لازم اضغط هنا حتى يكبر كنترول وزير اوكي هس انا ماشر هنا تشوف هذا اروح اروح اصويها سكرين حتى يظهر بس الاضاءة مالتا وحولها بالمكان اللي اريد بس انتبه هنا لان لما تحولها لازم تكبر حجمها ليش يعني اذا هس مفروض انا اخليها اوكي اشوف ها مناسبة اكثر لازم اكبر حتى لان تشوف هاي المساحة لان يبقى اكو بالبقراوند الخاصة بي رغم انه سونا على سكرين لكن ما يكون شفافيته عالية اوكي اوكي اكبر اكثر وانزل تحت شوي ضغط enter اروح اضغط control وزير من الكيبورد اذا تشوف اضاءتها جدا عالية اثرة اصلا اروح اضغط علي ضغط وحدة اروح ممكن هنا غير السكرين لازم تبقى بس من الاوبسيتي شفافية ممكن انت تقللها شوي تشوف يعني ما تخلي هو يمبين تقريبا بهذا الشكل ممكن اخفي ايضا هاي الالوان اللي انا مستغل ها ما احتاج ها بعد هس كل اللي اتسوي ممكن اضغط على اول لاير واضغط على اخر واحد واضغط control والشفت والاولت والي ليش حتى بس اظهر صورة او احصل على نهاية يعني اميج بكل اللي اشتغلناها وهس اضغط ايضا على اول واحد واخر واحد وانزل الى اشتغلنا او هس صار عندنا هاي الصورة اللي اشتغلناها او هذا التصميم اللي اشتغلنا هذا كل شي بالنسبة لليوم اتمنى يكون الدرس واضح وممكن تعتبر تمرين بصراحة الفكرة من الموضوع انه بس حتى نتعلم كيف ممكن نشتغل اشياء على الفوتو شوب وهال اشياء ممكن نستفاد منها بان نفهم بعض الاساسيات او بعض الاشياء اللي ممكن نستخدمها على طول مثل البنتول الشيب لاير او الماسك او هاي الاشياء او كيف تتعامل معه كيف لما تخلي لاير فوق او تخلي تحت كيف تغير الالوان هاي الفكرة من الموضوع مو الفكرة انه انطيق ديزاين يكون لا اكيد راحتي هاي الفكرة من الموضوع اتمنى انتصل للفكرة اكيد وهذا كل شي واتمنى لكم كل الخير اكيد وكان معكم مهند السام الرائي من قناة ماستيو مع السلامة